اهلا بكم ذريعة وزارة المالية في التقليل من شأن تقرير شركة الفراز والتستر عليه على اعتبار انه مسودة غير نهائي حجة غير مقنعة فضحها رئيس الكتائب في مطالبته وزير المالية بالكشف عن التقرير عملا بقانون الوصول الى المعلومات في السياسة لبنان في قاعة الانتظار وقد تطول اقامته بانتظار فراغ المفد الفرنسي من مهمته التي بدأت في بيروت وتستكمل في باريس النائب سامي لجميل رد على كل المناورات الرئاسية للثنائي ووضع صقفا مقابل تمسك الثنائي بمرشحه مفرنجي وكشف انه اكد للمفد الرئاسي الفرنسي عدم طرح اسماء جديدة وعلى الاخرين سحب مرشحهم